ما جدوى وجود الجامعات في عالمنا العربي؟ ما هي فوائدها؟ ما هي المشاريع التي ينتظر أن تساعدها البحوث الصادرة عن هذه الجامعات والأساتذة الذين يشرفون عليها والذين يتخرجون منها؟ هذا السؤال ينبغي طرحه بجدية ويجب أن نرى أسباب وجود هذه الجامعات وما هي حاجة الناس لها في الحقيقة وما هي الفوائد التي قدمتها وما هي علالها هذا السؤال أنا حاول أقدم تساؤل بسيط حول هذا الموضوع في هذا اللقاء السريع فكونوا معي أنا عادة ما أربط أن سبب تخلف في اجتماعاتنا هو وجود الدين المورود طبعا ليس في هذا حسب رأي إساءة للدين ولا الدين الذي في قلوب الناس ما احترامي لهذا بشكل كامل واحترامي لها مسألة أن الدين مسألة أساسية لدى جميع الشعوب ويجب اعتبارها مسألة لا تقبل النقاش لكن الذي يقبل النقاش في رأيي هو أن جدوى هذا الدين وإمكانيته على التغير وعلى التأقلم مع الظروف والدعاء ما ليس فيه وهذا الأمر الذي أناقشه هنا وينبغي التكرار الإشارة عليه لكي لا أفهم خطأا أو أدخل في معارك دينية وأيديولوجية وعقادية أنا لست مختصة فيها وليست هي محط اهتمامي ولا هدفي من هذا الفتحها القناة أو الواحة الفكرية التي هدفها المناقشة الواقع حال مجتمعاتنا التقافي والمعرفي والفكري وبغض النظر عن أي ارتباطات بقضايا وصراعات أجولوجية ودينية بشكل عام كما نعرف أن الجامعات خرجت أسماء كبيرة لا شك في هذا لكن عندما نقارن منتج ودور هذه الجامعات في واقعنا العربي بشكل عام والإسلامي نكتشف الغلة أو الحصيدة أو الحصاد الضئيل الذي قدمت هذه الجامعات بل على العكس بدأت هذه الجامعات تقدم منتجا وحصادا سيئا لا يرقى لأي مستوى علمي حقيقي ممكن أن تخرج هذه الجامعات كفاءات وخبرات وشهادات علمية رصينة جدا لكنها عندما نضعها على موضع التطبيق أو موضع الفائدة العملية للناس سواء على المستوى الاقتصادي التكنولوجي التقني أو العلمي أو الذهني نجد أن الحصيلة هي سيئة جدا بل مشوهة لواقع هذه المستمعات فما معنى أن تتم دراسة قضايا وتقديم بحوث في قضايا لا علاقة لها بواقع الناس وحاجتهم مثلا أنت تدرس شيء إلى علاقة بقضايا دينية تفصيلية مثلا فوائد أحكام الصلاة مثلا ونتيجة جاهزة مسبقة لديه مثلا أحكام الزكاة ومقارنتها بالأحكام الشرعية أحكام النظام الضريبي العالمي أو النظام الاقتصادية العالمية هذه الأشياء هي بالضرورة لا قيمة لها لأن تفترض شيء وتبحث عن أي حجة تدعم هذه المصادرة على المطلوب فبالتالي هي لا قيمة لها وهذا يدعون التساءل ما هو الهدف منها وأذكر هنا مقولة للباحث المعروف وائل يقول فيها فلا ينبغي عند هؤلاء الباحثين إظهاروا الإسلام وشريعته على أنهما مختلفان عن القانون الحديث وإلا نظر إليهما على أنهما غير حديثين بل معارضان لما هو حديثهم وهذا الموقف المهيمن على كثير من التفكر المشرق بين قوسين في البيئة الأكاديمية الغربية إنما هو امتداد للمواقف الدفاعية الاعتذارية للحداثيين ابتداء بمحمد عبده وانتهاء بشخصيات كمحمد عبد الجابري ومحمد أركون أركون خصوصا مهما بدت أفكار هذا الأخير أكثر تعقيدا إذ رأى هؤلاء أن دراسة الإسلام على نحو بين قوسين ملائم يعني تقديمه بوصفه موافقا للمعايير الحديثة لأن تقديمه بخلاف ذلك قد يعرضه لأن يسمى بأنه بدائي أو وسطي فالذي كان ينطوي عليه تفكيرهم أن العرب يغفل المعيار الذي يجب أن يقاس عليه كل شيء فالإسلام الجيد يجب أن يكون إسلاما حديثا هذه الإشارة مهمة جدا وذكية جدا من الدكتور والحلاق في كتابه ثيولوجيا واضح أنه فكرة الجامعات الآن عندما نحلل هذه المعلومة الجيدة أو الإشارة الذكية نجد بأن الجامعات بيكملها الموجودة حاليا هي لتوظيف هذه الصورة الصورة بأن هذا الإسلام هو حديث جدا وأن كل ما في الأمر أن هناك إخفاقات في التطبيق وهذا الإسلام لا حاجة لمراجعتين لأنه كامل ودين صحيح وهذا الذي تم ترسيخه في العقول والأذهان بحيث أن أي واحد يتحدث معاك الآن أي مواطن عادي يقول لك هذا الإسلام صحيح يعني من أين جاء بهذه الفكرة من الذي جعله يفكر بهذه الطريقة بأن هذا الإسلام هو صحيح وهو لا يعرف ما هو الإسلام أصلا يعني المواطن عادي عندما تسأل يقول له ما هو الإسلام لا يعرف تقول له ما هو الدين لا يعرف تقول له ما هو الدين الصحيح ما هو المقصود الدين لا يعرف هو يكرر الكلام من الذي جعله يكرر ما هي السلطات التي حرضت هؤلاء على التكرير أو زرعت في أدمغة الناس العاديين هذه الصورة الوهمية عن قضية هي كبيرة جدا ويتم احتكارها من قبل فئات محددة مسيطرة على المجتمع بأكمله لا بس أنا ما عندي مشكلة لا أريد أن أقول أنه ثوروا ضد هذه الطبقات المسيطرة لا أنا أقول أن هذه الطبقات المسيطرة لا تقول الأمور بطريقة صحيحة وتحاول أن تشوه عقول الناس بهذا الأسلوب وهذا الكلام من أني اهتيت من خلال تعليق من الصديق أشوف ماذا قال بالضبط الصديق MED أو MED يقول ثورة الإنترنت والتكنولوجيا والعلم سوف تنتصر على الأزهر وعلى لحى الشوخ الحيض والنفاس يعني عنده مهم هو أسلوبه يقول تصور يا أستاذ منصور يوجد دكتور متخرج من الأزهر كنت أعتقد أنه متفتح ولديه شيء من العقل أخيرا سمعته يتحدث عن مسألة نزول الإنسان على سطح القمر وقال هذا شيء مستحيل لكن لماذا؟ لأنه يعني تفسيره لأنه يعرف آيات من القرآن آيات من القرآن تؤكد استحالة هذا الشيء بين قوسين آية لا تنفذون إلا بسلطان فقال معلقا أقسموا بأن هؤلاء مجانين وهذا نص كلام الصديق مات على حلقة نشرتها عن مسألة لماذا هيمنة الإسلام السياسي وهي حلقة كانت فيها أيضا رد على تعليق ضمن سلسلة حلقات أو قائمة جديدة أو حلقات جديدة حول أسمها التعليق على تعليق أنه ألاحظ أن كثير من التعليقات المهمة التي أفوج بها بصراحة داخل القناة وهذا هي الهدف الأساسي من القناة أنه هنا ندخل في حوار ونحاول أن نفهم ونحلل العقل العربي الإسلامي المعاصر ونحاول أن نفك أسراره ونحاول أن نستخرج مصادر المعرفية ونحللها أبستومولوجيا خاصة وليس بالتحليل الأديولوجي المعتاد الذي أكل رأسا لشعوبنا ودمرها تدميرا نريد أن نخرج من العقل الأديولوجي العقل العقائدي العقل الموجه المستقطب الذي يتحرك باتجاه محدد دائما وينطلق من نقطة ثابتة كما أقول وفق النظرية التثبيت أنه كلنا ننطلق من نقطة ثابتة علينا أن نغير هذا الطريقة بالتفكير ونحلل الأمور بطريقة أمستومولوجية معرفية بها تأملية بأي طريقة المهم نخرج من عالم الثابت الذي نحن فيه وننظر للعالم بشكل منفتع أكثر وننخرط بالعالم كما هو ونعتبر نفسنا جزءا من هذا العالم وليس جزءا متفضلا على هذا العالم بوجوده فيه كما يظن المتدين أو المسلم الملتزم والذي يعتقد بأنه هو على الصراط القويم الذي لا يأتيه الباطل لا من قدامه ولا من خلاف ما احترامنا إليه لكن هذا المنظور كان صحيح في عالم المجتمعات البدائية أو المجتمعات القروسطية وهو المفهوم الذي لا يجب أن نعيش فيه وهذا المفهوم الذي لا يجب أن نتقبله نتقبل أن يكون هناك أستاذ جامعي ومثقف يفترض بأن يكون هو خرج من حضيرة العقيدة أو حضيرة أي عقيدة كانت أو أي مفهوم مركزي أو مفهوم ثابت أو رؤية ثابتة للأمور أو للأشياء والحياة علينا أن نرفض وجود أستاذ وباحث ومثقف بهذه الصورة أنا ما علي أنت وبعض اللي يجي يتهمني يقول أنت أنت ما هي مصادرك الألمية فهو هذا السؤال حتى الآن لا يفهمون بأن العالم الآن فتح هناك إنترنت وعندما أتحدث شيء يقول لأين مصادرك ما زال يفكر بالطريقة القديمة ويقول لك ما دليل على هذا الكلام يقول لك اذهب يا أخي يعني أنت ذا أنت كسول تريد أن أقدم لك كل شيء أنت يذهب تحقق بنفسك هذا إنترنت موجود لا يحتاج أن تذهب إلى مكتبة أملاقة وتبحث عن مصادر ما أقول مجرد تعمل هيك تطلع لك أي شيء وتتأكد بما أقول فبالتالي هذا يعني هذا دليل على أنه ما زالوا يأيشونه في وهم النمط القديم الكلاسيكي في التفكير والبحث ولا يفرقون بين الباحث وبين المفكر الذي يفكر ولا يفرقون بين الأكاديمي وبين الشخص المتحرر الذي لا يلتزم بمناهج بالضرورة لأن أنت مفكر يعني أنا أصنع مناهجي ما هو المنهج الذي تقوم ببعضهم يحاكمني أي منهج أنت تتبع يعني هذا من يسأله كهذا الشخص لا علاقة ليس بأكاديمي محترف الأكاديمي المحترف لا يسأل هذا السؤال لأن السؤال السادس جدا ما هي المناهج المنهج الذي تبعته في هذه الرؤية يبدو أن تكثل الأكاديمي فهؤلاء لا يفهمون الأمور أنه المسألة للمنهج يعني أنا مفكر فأنا أصنع منهج وحتى إذا أحتاج منهج فيديو واحد أنا أطبق عشرات المناهج وبالضرورة ما عندي منهج ثابت أنا أثناء الحديث يعني أصنع مناهج في التفكير وفي التحليل وفي التقديم والتفكيك والتركيب والمقارنة والمطابقة وكل هاي المفاهيم فبالتالي هذا الذي يتحدث بها طريقة فورة نعرف بأنه شخص متقولب خريج هذه المراكز الأكاديمية السيئة التي تحاول أن توضح للجميع بأنه هناك أشياء ثابتة وهناك مناهج وهذه المناهج يجب أن تطبقها هكذا وإذا أخطأت أو خرجت على هذا المنهج هناك مشكلة خطيرة هو لا يعرف بأنه المسألة ليست بهذه الحدة وأن المناهج هي وضعت لكي تستعملها يعني أدوات ممكن تغيرها وتبدلها وتعدلها وتخلق منهج جديد أيضا حسب الحاجة فهذا خطأ كبير عند كثيرين وهذا العلاقة بالنمط التدريس والنمط الأكاديمي الذي يجري تدريسه للناس ويجري قولبتهم على هذه الطريقة لماذا هنا السؤال الجامعات تصدر أفضل ألف جامعة لا تجد بها من جامعات عربية إلا بعض جامعة جامعة واحدة يمكن في السعودية وأخرى بالإمارات وأكثر من جامعة في إيران وطبعا جامعات في إسرائيل عدد كبير وده موجودة في ضمنها وهؤلاء جميعا طبعا حتى من البلدان العربية لأنها تعتمد على خبرات عالمية وتوظف خبراء وأساتذة على مستوى أكاديمي رفيع في بلدان خاصة الخليج وهم ما زالوا في طور التطور لكن هم أيضا واقعين نفس في هذا البنية الذهنية التي توضح بأن هناك محرمات وهناك تابوات وأن حرية البحث ليست حرية مطلقة إنما هي محدودة في مناطق محددة ابتعد عن الدين يعني حرية البحث ما معناها ابتعد عن الدين ابتعد عن السياسة وابتعد عن التاريخ وماذا بقي يعني وابتعد مثلا عن نظرية التطور حتى بالمجالة العلمية الخالصة يعني فماذا يبقى يعني تدمرت الفكرة البحث العلمي الحر كليا وهذا مسألة يعني أنا لا ألوم الجهات المختصة في الجامعات وليس هؤلاء هم أصل المشكلة لكن هم وضعوا في ضمن هذا الإطار بشكل قصدي لكي يؤدي وظيفة ليس وظيفة بحثية إنما وظيفة دعائية وظيفة استعراضية هدفها أن يقولون انظروا لدينا جامعات لدينا شهادات لدينا أكاديميين لدينا بحث علمي وهناك مؤتمرات وقصة وعالم كامل وكل بأكمل عبارة عن عوالم وهمية فوائدة ضئيلة جدا بالقياس إلى حجم الحالة الإعلامية والاستعراضية التي يتم الترويج لها وترويج لها من أجل ماذا؟ من أجل الإيحاء بأننا على أحسن حال وكل ما في الأمر أن هناك إشكالات لا أكثر وأن ديننا صحيح وسلطاتنا صحيحة وحياتنا صحيحة لكن هناك إشكالات وعندما يطلع الباحث باحث يقول لابد أن يطبق هذا القالب في بحثه وإلا هناك مشكلة ونلاحظ أنه تصير إشكالات عندما يصدق الباحث نفسه ويقدم بحثا حقيقيا فيه شيء غصين يقول له تعال أنت رأيه غلط تعال حبيبي تعال أنت رأيه غلط هذا أنت الجامعة بأكمله هي عبارة عن غيمة أو فقاعة إحنا ألفناها أنت جاي مصدق حالك يعني تريد بحث علمي حقيقي وجاد ويدخل في كل التفاصيل هناك تابوات عليك أن تحترمها وعليك أن تحلل رزقك يعني وتطيب يعني ظهر مدير الجامعة أو تمسد أو يعني يعني تأمل مساج أو تطبطب على أكتاف رئيس الجامعة وأيضا تطبطب على أكتاف رجل الدين ووزير الأوقاف ومهم لا تغضب أحدا يعني من هؤلاء إياك أن تغضب أحدا من هؤلاء وإلا ستدفع الغالي والنفيس الخلاصة في هذا الفقرة أو الجزء الأول أن الجامعات غير حرة ولا يمكن أن توجد جامعة حقيقية وأكاديمية وبحثية صحيحة وفيها تخرج كوادر جيدة إن لم نبعدها عن السياسة وعن وعن كل ما له علاقة بالحرية الأكاديمية وأيضا استقلال الاقتصادي كثير من الجامعات في العالم أنها استقلال الاقتصادي ممتاز وأسست بهذه الطريقة أصلا هذا يوضح أنه بعد الفاصل سأتحدث عن الغاية من كل هذه العملية وأحاول أن أحلل أكثر في دماغ الذي يسيطر على واقع حياتنا العربية الإسلامية أقولوا معي طبعا هذه الغاية هي الأساسية كما قلت بأن هي من كل هذه المظاهر الجامعية الأكاديمية البحثية هو لإحاء بأن هناك حداثة وأننا منخرطون مع العصر ومع قيمه ولدينا مؤسسات عصرية مضبوطة 100% وهي في الحقيقة موجودة ليس لتؤدي غرضا أكاديميا إنما بحثيا وقام على أساس البحث الحر الخالي من تأثيرات السياسة والتأثيرات السلطات وسيطرة الرجال يعني القوى المهمة على الواقع هي القوى الدينية عادة وقوى السياسية والقوى حتى يعني القبائلية أيضا حتى والعشائرية فهذه كلها هي تؤدي الغرض أنه هؤلاء يتحدثون ويقولون وهذا بالفعل حاصل يقولون إحنا الناس عصريين والإسلام هو حديث والإسلام الموروط يعني لا أقصد الإسلام الذي في القلوب أقصد هذا الإسلام المفروض الموروط هو 100% صحيح ولا يحتاج أي مشكلة ما فيه أي مشكلة المشكلة فينا أحنا تخيل أنه هو الدين موجود لخدمة الإنسان وهو مفروض يعني المخدوم هو الإنسان فبالتالي المرجعية والإنسان هو المرجعية وليس الدين الدين هو أداة أو ظاهرة تنفع الإنسان وتنفعه في لكنه ماذا يفعلون لكن لا هو الدين هو الإنسان هو الأولوية للدين وليس الإنسان فيخلطون الدين بالدولة وبالمؤسسة وبأنه الدين مسألة مصيرية للإنسان ولا لن يحيا بدونها هذا كان صحيح قبل ألف سنة لكن الآن الإنسان ممكن ينعيش بدون دين ما يحتاج ممكن يأشق كرة القدم مثلا أو هواية كرة القدم يعتبر كرة القدم والانشغال بها يعتبر دين بالنسبة له هناك ناس ألعاب وهذا الدين مؤمن به تلك المراهقين أنا أشوفهم يعني تبقى يومية 15 ساعة يسوي بلاي ستيشن 24 ساعة ما يعرف شي بالدين غير هذا وهذا الدين فبالتالي التصور أمور بها طريقة خطأ أيضا المفاجئة حتى نعرف أنه ماذا تخرج مؤسساتنا الموجودة تخرج مثقفين ليس بمثقفين مفرغين من الثقافة لا تجد لديهم عمق ثقافية تجد يتحدث بالإسان ذرب يعني ذرب جدا وفيها فدلك عالية عند مصطلحات مفاهيم لا أول لها ولا آخر يدوخك يدوخك تسمعها تقل التكارثة التمشي طبيعي لكن بعد ذلك تجد المحصلة العامة تجد أنه يتحدث عن قضية تفصيلية لا علاقة لها بأسس التفكير الصحيح ولا يقدم نظرة جديدة ورؤية جديدة للواقع والتاريخ وال واقع يعني مشاكل الإنسان لا يقدم أجوة مشاكل صحيح ولا يقدم تحليل وتدقيق فيما يجري في حياتنا اليومية أو حياتنا الفكرية والثقافية عموما فتجده يعني هو يبحث بحثا طويلا عريضا وتقرأ دراسة ممتازة وأدب خرافة العقل العربي وهذا أشرت إلى هذا الموضوع يعني بشكل بسيط بعد ذلك راح توسع به الدراسة طويل عريضا ويأنتهي إلى النتائج نفسها التي ينتهي إليها رجل الجامع وخطيب الجمعة وأي فقيه قبل ألف سنة فتخيل شخص عند لقب طويل عريض الأستاذ الباحث كذا الفل بروفيسور هذا كذا وبعد ذلك يقدم لك بحوثه والناس تدفع ضرائب وتدفع أموال لكي يحصل على هاي الشهادة وهو بعد ذلك ينتهي لما انتهى للنفس ما انتهى إليه يعني الشافئي وأبو حنيفة وابن حنبل وبن تيمية طبعا يعني هذا بيضة القبان هذا يعني هذا الكبريت الأحمر والغاية كما قلت بقاء الحال على ما هو عليه وإدخال الناس في جدالات وقضايا لا نهاية لها وأيضا طبعا وهذا أهم شيء التهرب من مواجهة الحقيقة وهي أنه هناك مشكلة جوهرية وعميقة في صلب النظام الفكري والمعرفي العربي يعني العربي يعني بمعنى انتمائنا لهذا المحيط الثقافي المشترك التسويف يترضح من خلال عشرات المظاهر والقضايا التي نلاحظها من قبل الرجال الدين خاصة تحت عندما يتحدث الطيب الشيخ الطيب مع احترامنا يتحدث عن أنه احنا احنا اهل العلم واهل المعرفة وأن العلم أصلا أوروبا هي أخذت من عندنا العلم هذا الخطاب البسيط أو المتكرر تبرا يعني صار يعني استوانة مشروخة أنه احنا كنا في زمن يعني حضارتنا من الصين إلى المغرب إلى إسبانيا للأندلس فهذه حضارتنا وكأنما ذلك احتلال البلدان في ذلك الزمن وسقوط الملايين هذا الشيء يستحق الفخر لا يسأل عن عدد الشعوب التي تم تدميرها لكي تحظى يحظى هذا الدين أو الذين فتحوا البلدان أو احتلوا هذا البلدان باسم هذا الدين هذا مسألة تستحق الفخر والشرف الآن المسيحيين اعتذروا عن حملات صليبية الدول الاستعمارية اعتذرت عن إساءاتها للهنود الحمر وحنا ما زلنا الحال لحد هذه اللحظة نفتخر بوجودنا باحتلالنا البلدان واستحاب استباحتنا لأموالهم والعودة بالذهب والغنائم إلى حياظ المسلمين أو ديار المسلمين خاصة في تحاث زمن الخليفة أبو عمر بن الخطاب وقدم أعتوا ب يعني الكنوز من الذهب من الذهب من تلك البلدان بأي حق أخذوها يعني يعني ما خالف أنه هذا جهاد وشيء وهناك مسلمون يفتخرون بهذه المسألة أو الأغلبية تفتخر تعتبرها شيء فخور يستحق الفخر أنه تغزوت بلدان أخذت حالهم ومالهم وقتلت رجالهم وسبيت نساءهم وامتلكتهم وبحجة أننا ديكة دين جديد وأن هؤلاء كفر يعني تخيل وطبعا هم مو كفر بالشام كانوا كلهم مسيحيين أو ليسوا بمشركين ناس راح يطلع لواحد يتحدث بالكلام لا الكافر هو كذا وتعريف كذا وراح يدخل أسبوع في هاي القضية أو ألف سنة مش أسبوع وما راح يطلع منها بنتيجة المهم هذا الشخص آخر والكافر سميه ما تسمي سميه مشرك المهم هذا شخص إنسان أنت لا تعترف به إنسانا ولا تعطيها حقا بأن يكون إنسانا حدثني أنه ما هي مواصفات الكافر بالدين بالشريعة بأي شيء لكن أنت لا تعتبره إنسانا ولا تعتبره أن الهديه حقا بأن يفعل ما يشاء ويفكر ويقول ما يشاء وهذا العلاقة بالجامعات العلاقة بالنظام التعليمي حتى مرحلة الطفولة هذا النظام التعليمي الذي يؤكد بأن هناك أصناف للناس وكل صنف من هؤلاء الناس هو صنف أصيل يعني لا يمكن تغيير مثلا الكافر هو كافر يبقى كافرا لا يمكن أن يتعدل ولا يتغير هو يبقى كافرا المشرك هو مشرك لا يمكن أن يتغير هو ما هي ثابتة وهذه العسخة في ذهن المتدين سواء كان مسلم أو غير مسلم أو العقائد أيضا وأنه الآخرون هم دائما ثوات ثابتة لا يهم أنهم يعني مثلا يقول لك الأمريكي هو كذا فرضا هذا الأمريكي هم 300 مليون نسمة هؤلاء كلهم قالب واحد فهو يفكر بهذه الطريقة ويقول لك اللعنة على أمريكا وعلى كل الأمريكان فهو بالنسبة إلى أن هؤلاء يحول شعوب كاملة مئات الملايين إلى الصنم وبعد ذلك يبدأ بلعن ومحاولة تهشيم هذا الصنم هكذا الذهن البسيط يفكر لأنه لا يستطيع أن يفكر بطريقة عميقة فيحول كل شيء إلى أصنام الكلمة يحول أصلا المفاهيم القوميات المواقف العلم يحاول إلى الصنم ويحاول أن يهشم بي لأعتبر هذا معادي له السؤال المهم جدا واللي أردشير إلى في النهاية أن مشكلتنا الكبرى كما قلت للصديق أن هي مو بشأن هؤلاء الذين يقدمون شهادات لا قيمة لها ويدرسون دراسات لا معنى لها هؤلاء مثلا كما تحدث هذا الصديق قال أنه مسألة نزول الإنسان على سطح القمر أنه لا يؤمن بهذه العملية هو هدف ليس بالأكس لو كان نزول الإنسان على القمر مفيدا لعقيدته أو الطريقة التي تربى عليها صدح وردح ورقص وهلل وهلهل فرحا انظروا هذا إنجاز فهو القضية بالنسبة قضيته انتماء إلى الجماعة وعلى القطيع الديني أو الحضير الدين هو الانتصار لها بغض النظرة عن أي علمية لأن المرجعية ليس مرجعية الواقع والحقيقة إنما مرجعية النص هو النص هل هذا الواقع الذي حدث يسعفني أم لا يسعفني فبالتالي طابقه مع النص النص ماذا يقول أرجع على النص إذن هذا سيء إذن هذا جيد صعد الإنسان على القمر من الذي صعد كافر إذن سيء لا أصدق إذن عملية حرب ضد هذا الموضوع نظرة تادوين جيد داروين جيد أو لا سيء مع النص لا سيء خلاص هذا كفر وإلحاد وأبدي أسوي قنوات مثل عدنان إبراهيم خمسين حلقة ضد التطور أو مناقشة أنه هذا التطور عدنان إبراهيم يشتغل غير شكرا هذا التطور وهو يتحدث بأكاديمية وبحثية وعلمية طبعا هذه ضرورية هذا التطور يتأقلم وينسجم مع النص يعني مرجعية للنص بينما يجي أياد القنابي يسوي لك خمسين خلقا عن التطور ويقول لا هذا ليس علم صحيح هذا علم غلط كل غلط هذا وهذا هذا العلم الموجود هو ويطبق طبعا المناهج البحثية الأكاديمية التي التي ربي ودرس عليها هذا القنابي وعشرات من أمثاله وأصبحوا الآن أساتذة في الجامعات و ما احترامنا للجيدين معتهم يعني لا أعمم فييجي طابقة مع النص فيشوف النص مؤترض على دارون فيقول هذا يشيطن النظرية يشيطن العلم فيقول هؤلاء الملاحدة وبعد ذلك هناك مجاميع من الصغار الشيوخ الصغار أو المتشيخين أو الأكاديميين الصغار الذين يدعون ما ليس فيهم مثل عامري وغير معرف ويسوي لك ديباجة ضويلة عريضة يقول لك أكاديميا وبحثيا وعلميا وقال كذا وهذا المصدر وهذا كذا وهو يعني المصدر هو النص وهو النص لغوي بالمناسبة يعني لا يستقيم أي يعني ممكن تطلع منه الذي تختاره يعني صندوق الدنيا فتطلع منه لأجبك لكنه لا يهمه لأنه الهدف ليس النص ولا بالنتج الهدف والانتماء للجماعة أو القطيع الديني الذي هو مؤمن به والذي لا يستطع أن يتنفس خارجه يفقد القدر على الحياة خارج هذا النص لأنه دمرت شخصيته تماما منذ الطفولة على هذا على هذا على هذه الطريقة فأصبح فاقدا للقدر على الحياة مثل السمكة النصوص واللغة والآيات والأحاديث وهذا كلها هي الماء الذي يعيش فيها أو البحيرة التي يعيش فيها ويفقد القدر على الحياة خارجها هي الأكسجين الذي يتنفسه لهذا سيء شو عندما يتحدث مثلا عن القنيبي تجد تقريد تحدث عشر دقائق تجد إذا اختزلت كلامه تطلع منه نصف دقيقة فقط والباقي كل آيات وأكسجين لغوي وبلاغي يتنفس به وإلا لا يستطيع الحديث عن أي قضيه يعجز تماما لا يستطيع لأنه تم تعبئته بهذه الطريقة على كل حال أنا أعتذر لأنه أحيانا أطلع عن الموضوع ولازم لكن أحاول أن أعود إليه لأنني أتحدث بشكل مباشر و يعني أحاول أن أقدم معلومات جيدة أنا لست باحثا ولا أكاديميا منضبطا وأعترف بهذا و يجب أن يقدر أصدقاء هذا لأنه أنا أقدم أفكار أنا صانع أفكار وأحاول أقدم أفكار جديدة ورؤى جديدة ولهذا السبب تجدون أني يعني يعني أحاول أن أقدم أكبر قدر من الرؤى المختلفة بغض النظر عن قيمتها وتبقى عليكم يعني الآخرين هم يقيمون هذا الشيء ويجدونه مفيدا أو نافعا أو مبالغا فيه هذه مسألة تعود إلى الآخرين وأيضا إلي أنا شخصيا أنا أراجع رأيي باستمرار أختم ما أقول أن الغاية الأساسية من وجود هذه الجامعات هي ليس اللحاق بركب الحداثة وليس اللحاق بركب العلم والتطور والتقدم إنما هو تقديم صورة بأن هناك إسلام ومجتمع ديني متدين منسج مع تطورات الحياة وأن هذه المعرفة التي ينطوي عليها هذا المجتمع هي أو الجماعة الدينية أو الدول الدينية بالمعنى الصحيح طبعا وليس الدول الحديثة هذه الدول هي معاصرة لهذا الكون والتنطوي على معارف معاصرة تماما وليست نتاج القرون الوسطى كما قال البروفيسور وعل فهي هاي الغرض من أتي والغاية أيضا طبعا من وجود كليات وشهادات أوليا طبعا هو كما قلت وجود حداثة وأسلام معاصر وأن هذا القطاب ليس قديما ولن يكون قديما أقول شي نسيت أنه هناك كليات طبعا تحاول تقدم تقنيات يعني كليات تقنية علمية صرف يعني تكنولوجيا هذه الكليات هي تقدم لأنه لا تتعرض للمسائل الدينية والسياسة وما لذلك تحول الناس إلى أدوات يعملون في فن مهنة محددة مثلا طلب لك طبيب طلب شديد على الطب طلب لك مهندس لكن ما طلب لك مفكر ما طلب لك ناس متخصصين في التاريخ بحوث الحقيقية هذه الجوانب اللي لها علاقة بالفكر وبالتاريخ وبالتحليل وبالتركيب وتقديم أفكار ورؤى جديدة ومشاريع فكرية جديدة وهذا لا يهملوها لكن تقنيا يطلب لك أطباء آلاف الأطباء آلاف المهندسين وآلاف التقنيين لا بس مش مشكلة لكن المنطقة الحارة لا خلوها أنها مع السلامة أصفال أصفال أصفال